طيب بالنسبة لنزلات البرد وبتقوية جهاز المناعة جهاز المناعة زي أي جهاز محتاج أعتني به يعني زي ما أنا محتاج أعتني بصحتي ككل جهاز المناعة أي حاجة بتفيد الجسم بتفيده وهلجأ كلها لطرق طبيعية يعني أول حاجة هقول مثلا الأكل لازم يبقى على طول عندنا الجنك فود ده مش موجود في البيت المفروض للأسف يعني ده اللي موجود دلوقتي ده المفروض ما يبقاش موجود طيب إيه البديل طبق صلطة الخضار وطبق صلطة الفواكه ده دايما بنصح بيه أي مريض عندي يعني مش شرط كسلطة كسلطة بس وطاعمين أن احنا ناكل كذا صنف فكهة في اليوم وكذا صنف خضار في اليوم لأنهم الحياة بيكملوا بعض يعني لو بصينا على الخضار والفكهة بوجه نعام نلاقي مثلا في الشتاء بالزات معظم الفواكه تحتوي على فيتامين سي فأنا مش محتاج أأخذ فيتامين سي كده لكن ما هي موجودة عندي في الخضار والفكهة زي الطماطم مثلا منتشر فيها جدا فيتامين سي وإنكي الناس مش أوارق قوي بالقصة دي طبعا الموالح معروف اللمون والبرتقان والحاجات دي كلها لازم نبقى ماشيين عليها طول الشتاء مش مجرد خط دور برد فهاشرب لمون النهار ده فجهاز المناعة محتاج حاجات طبيعية ومحتاج أبعد عن أي حاجة فيها معات حفظة يعني أنا بنصح أي أم مثلا بلاش عصائر من بره كلها معات حفظة لكن أعمل عصير فرش في البيت وكده استفدت من الفيتامين سي تاني حاجة جهاز المناعة بيحتاجها أن أنام كويس ونوم بالليل بالذات يمكن دي غلطة شائعة ناس كتير بتوعافيها خاصة يمكن طلبة المدارس حاليا في الأجهزات كله بيصهر ويطبق ويقلب اليوم ده للأسف بيبوز مش بس جهاز المناعة على الجسم كله فجهاز المناعة محتاج على الأقل 6-7 ساعات متواصلين أنامهم بالليل والصحيان بدري وده أحسن وقت للهرمونات وأحسن وقت لجهاز المناعة شخصية درجة لقوا في أبحاث كتير أن ده بيأثر بالفعل يجوي إيسوا بالفعل جهاز المناعة بيبقى متأثر ومختل مع الناس اللي ما بتنامش كويس يعني ممكن أنام مثلا 6 ساعات أقسمهم على مدار اليوم ولا لازم بالليل أفضل حاجة 6 ساعات متواصلين بالليل حتى لو خدت النومة بتاعت الظهر دي لكن تبقى ساعة بالكتير ولا حاجة روحها لكن الأساس هي نومت بالليل